السلام عليكم أعزائي الكرام مرحبا بكم مجددا في قناة دري حمال الشروحات دري تيكنو في الحلقة السابقة رأينا كيف تقوم بالتسجيل في منصة بيكي او اكس هذه المنصة التي بها عمولات رقمية غير موجودة على باقي المنصات يعني بعض العمولات سوف تجدها في منصات ولن تجدها في منصات أخرى إذن نحن سوف نقتنس هذه الفرصة في وجود هذه العمولات على هذه المنصة عمولات رخيصة يعني عمولات نادرة سوف تجدها في هذه المنصة في هذه الحلقة سوف نقوم بشحن هذه المنصة عن طريق محفظة الباير او بنك الباير الطريقة بسيطة جدا خاصة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعني يمارسون التداول على هذه المنصة فهي الطريقة بسيطة ولكن سوف نقوم بمشاركتها معكم او مشاركتها مع المبتدئين فالطريقة بسيطة جدا اول شيء بالنسبة إلى بنك الباير حتى تقوم بتحويل منه الرصيد من حساب الباير الى اي منصة اخرى يجب عليك استعمال عمولات الرقمية وافضل عملة للتحويل هي عملة اللايت كوين يعني دائما نقوم بتحويل الدولار من الدولار الى عملة اللايت كوين بعدها نقوم بتحويله الى اي منصة نريد الى اي منصة تريد لان ضرائب الباير منخفضة جدا اذا اول شيء نتوجه الى اين الى الحساب الخاص بنا دائما قم بالدخول الى الحساب الخاص بك اولا بعدها توجه الى assist هنا كما نرى هنا بعدها قم بالضغط على wallet account بعدها قم بالدخول الى withdraw بعدها توجه الى هنا wallet account بعدها قم بالضغط على deposit قم دائما باختيار deposit او الايداع اذا اردت الى ايداع من منصة اخرى دائما يفضل ايداع عملة USDT TRC20 لان الضرائب الخاصة بها منخفضة واقل حد ادنى الى ايداع هو واحد دولار يعني بالنسبة الى USDT USDT اختر شبكة TRC20 انظر هناك العديد من الشبكات دائما اختر TRC20 اما في حالتنا نحن نريد الايداع من الى pay year سوف نستعمل عملة light coin سوف نستعمل عملة light coin قم بالبحث عنها من هنا هكذا انظر او قم بالضغط على light coin من هنا قم باختيار عملة light coin اقل حد ادنى الى الايداع داخل هذه المنصة كما ترون 0.0001 و ما يقارب يعني 14 سنت يعني 0.14 دولار 0.14 دولار يمكنك ايداعه عن طريق عملة light coin داخل هذه المنصة اذا بعد اختيار عملة light coin تقم بالضغط على copy تقم بالضغط على copy اذا اردت مسح كود كي اير كما ترون هنا قم بالضغط عليها سوف يظهر لك كود كي اير قم بتوجيه الشاشة اليه و قم بتلك العملية نحن سوف نقوم من نفس الجهاز اذا سوف نقوم بنسخ هذا المحفظة نسخ عنوان هذه المحفظة بعدها نتوجه الى الباير انتبه معي جيدا بالنسبة الى تحويل الدولار الى ال light queen دائما نقوم بالتحويل عن طريق trade لا نقوم بالتحويل عن طريق exchange لانها سوف تعطيك قيمة اقل بكثير اذا دائما نقوم بالتحويل عن طريق trade بعدها سوف نقوم بالتحويل واجهة الباير الى النظام القديم اولد كما نرى هنا بعدها نقوم بالضغط هنا انظر من هنا يعني مقابل عملة الدولار اللايت كوين نقوم بالاختيار في هذه الجانب عملة اللايت كوين سوف يتم تحويل كل الصفحة الى معلومات عملة اللايت كوين كما ترى هنا سعرها الحالي يعني هذا سعر الشراء وهذا سعر البيع نحن نريد الشراء يمكنك اختيار السعر من عندك يمكنك الشراء بسعر السوق يمكنك فقط الضغط على market يعني من هنا سوف تشتري مباشرة بسعر السوق اما اذا اردت تغيير سعر من عندك مثلا انت تريد شراء بسعر مئة وستة واربعون قم باختيار مئة وستة واربعون بعدها قم بوضع الكمية هنا على سبيل المثال تريد تحويل مئة دولار بعدها سوف تعطيك هذه القيمة باللايت كوين قم بالضغط على buy سوف تشتري بهذا السعر اما اذا اردت الشراء بسعر السوق قم بالضغط في هذا المكان سوف يعطيك مباشرة السعر الحالي في السوق قم بكتابة القيمة التي تريد هكذا على سبيل المثال مئة وثلاثة مئة واربعة يعني القيمة التي تريد شراءها انت القيمة التي تريد شراءها انت هكذا نقوم بوضع مئة واربعة كما ترون السعر اصبح مئة وثمانية واربعون الآن لو عدنا الى هنا سوف نجده مئة وستة واربعون يعني القيمة التي قمنا بوضعها في الأول اما سعر السوق فهو مئة وثمانية واربعون حاليا اذا سوف نقوم بالضغط على buy سوف نقوم بشراء هذه القيمة او الكمية كما ترون مئة وثمانية واربعون تم شراءها مباشرة تم شرؤها مباشرة وتساوي 0.07 بعملة الليتكوين الآن سوف نقوم بعملية تحويل هذه القيمة إلى محفظة بيكي أو منصة بيكي ماذا نفعل؟ كما قلنا نتوجه مباشرة إلى الإرسال من هنا تقوم بالضغط على إرسال من هنا تقوم باختيار عملة الليتكوين بعدها تقوم بوضع المحفظة الخاصة بكي هنا أين هي تلك المحفظة؟ نتوجه مباشرة إلى هنا نقوم بنسخ هذه المحفظة نقوم بالدخول يجب علينا التأكد من الليتكوين نقوم بنسخها نعود إلى هنا نقوم بكتابة الكمية التي نريد إرسالها نحن سوف نقوم بإرسال كل الكمية ماذا نفعل؟ سوف نقوم بالرجوع إلى هنا سوف نقوم بنسخ كل الكمية نفتح في نافذة جديدة سوف نقوم باختيار المعزنة نقوم بتحويله إلى النظام القديم نقوم باختيار لايتكوين حتى يسأل علينا النسخ فقط كما ترون نقوم بنسخ هذه الكمية كل أو سوف نبقي منها جزء سوف نقوم بنسخ هذه الكمية ونقوم بتغيير هذه إلى الواحد حتى نقوم بتحويل القيمة لاحقا إذن سوف نقوم بكتابة 0.07 هكذا نقوم بنسخها ونتوجه مباشرة إلى الخانة هنا انظر هنا لايتكوين إذا كنت قد قمت بحفظ محفظات سابقا هنا لن نستعملها الآن إذن سوف نقوم بلسق تلك الكمية هنا هكذا ونقوم بتغييرها إلى الواحد لأن ضرائب الإرسال هي 0.001 يعني ما يعادل 17 سنت أو 14 سنت كما قلنا سابقا نقوم بعملية الإرسال الآن ولكن دائما تأكد من المحفظة هنا دائما تأكد من المحفظة تبدأ بالL وتنتهي بالP تبدأ بالL وتنتهي بالP إذن هي نفس المحفظة يمكنك التأكد هكذا وإعادة لسقها من جديد كالي نعم الآن نقوم بعملية الإرسال تتوجه مباشرة إلى send كما ترون تم إرسال تلك القيمة بنجاح ونقصت من هنا أصبحت 53 نعود إلى الصفحة الرئيسية كما ترون أصبحت 50 دولار بعد أن كانت 100 دولار بالنسبة إلى وصول هذه العملة إلى هذه المنصة سوف تستغرق بعض الوقت على الأقل يعني خمس تأكيدات أو ست تأكيدات كل منصة وعملية التأكيد كم تستغرق إذن سوف ننتظر رسما تصلنا الأموال نقوم بالضغط على my assist هكذا حتى نرى القيمة التي لدينا كما ترون ليس لدينا الآن أي قيمة أو أي رصيد إذن كل ما علينا فعله هو الانتظار قليلا رسما تصل تلك القيمة الآن تقريبا مرت 6 دقائق نتوجه مباشرة إلى deposit هنا نقوم بالضغط على deposit كما ترون تقريبا وصلت تلك القيمة كما ترون هنا وصلت ولكن في مرحلة المعالجة كما ترون هنا بقية تأكيدين أو confirmation كما نرى هنا confirmation number يعني عدد التأكيدات يجب أن تصل إلى ثلاثة على ثلاثة حتى يتم نزول هذه القيمة داخل الحساب الخاص بنا وتظهر معنا في الassist هنا أو في الرصيد يعني كما نرى هنا إذن كل ما علينا الانتظار قليلا الآن بعد مرور ربع ساعة سوف نقوم بتحديث هذه الصفحة نقوم بعملية actualizing نقوم بتحديث الصفحة حتى نرى هل وصل الرصيد أو لا لم يصل بعد نعم وصل كما ترون وصلت القيمة مع اختصام ضرائب وربما انحفاظ سعر العملة نتوجه مباشرة إلى deposit كما ترون أصبحت هنا ثلاثة تأكيدات ونفس القيمة التي قمنا بإرسالها ووصلت إلى حسابنا كما ترون هنا complete وهذا شيء جميل نقوم بالدخول إلى تريد حتى نقوم بتحويل هذه القيمة إلى الدولار نتوجه مباشرة إلى تريد هنا هل توجد في خانة أخرى؟ نعم تريد هنا exchange حتى نقوم بعملية التداول وتحويل هذه القيمة إلى USDT حتى نستطيع شراء بعض العملات الأخرى نقوم بالضغط هنا على LTC كما ترون LTC أو قم بالبحث عنها مباشرة من هنا بعد اختيارك للعملة من هذه المنطقة هكذا تقوم بكتابة LTC سوف تظهر معك عملية Litecoin قم بالضغط عليها سوف تظهر معك هنا عملية Litecoin قم بالنزول هكذا سوف تظهر معنا هنا كما نرى هنا LTC يعني 0.7 Available إذا أردت البيع بسعر أنت تريده قم بكتابته مباشرة هنا انظر هنا sell price يعني سعر البيع قم بكتابته وقم بسحب هذه الخانة إلى هنا يعني تريد بيع كل الكمية سوف تتحصل على 103 يعني هذه القيمة سوف تساوي هذه القيمة بالدولار إذا أردت بيع بسعر السوق يعني بسعر السوق الحالي كما نرى هنا هذا هو سعر السوق هذا سعر البيع وهذا سعر الشراء مباشرة سوف نقوم بالضغط هنا هكذا ماركت كما نرى هنا ماركت هكذا سوف يتم البيع بهذه القيمة بعدها نقوم بسحب هذه الخانة هكذا يعني بسعر السوق كما نرى ماركت بسعر السوق سوف نتحصل على هذه القيمة نقوم بالضغط على sell حتى نقوم بعملية البيع كما نرى تمت عملية البيع وتحصلنا على تلك القيمة مع خسارة 1 دولار لا يهم أكثر من خسارة أكثر من خسارة قيمة أكبر سوف نعود إلى الحساب الخاص بين assist overview هكذا حتى نرى القيمة التي لدينا وأصبحت لدينا الآن 100 أو 102 دولار من عملة أو من عملة USDT ونستطيع التداول بها إذا أردنا شراء عملة نقوم بالتوجه إلى exchange هكذا ونقوم باختيار العملة التي سوف نقوم بشرائها على سبيل المثال عملة المنصة وهي عملة BKK هذه هي عملة عملة المنصة سعرها حاليا 0.21 إذا أردت الشراء بهذا السعر كل ما عليك فعله هو النزول ومن هنا buy يعني buy قم بكتابة الكمية التي تريد شراءها من عملة البيكي هكذا إذا أردنا شراء فقط 20 دولار قم بسحبها كذا نعم 20 دولار هذه سوف تعطينا 95 إذا أردت كتابة مباشرة يعني هكذا 100 قطعة سوف تصبح لديك 21 يعني 21 من عملة BKK سوف نقوم بشراء تقريبا يعني فقط كمثال فقط لمن أراد الشراء بعد اختيارك للعملة هنا تقوم باختيار العملة وبعدها تقوم بالنزول وتقوم بكتابة الكمية التي سوف تشتريها بشرط أن يكون لديك القيمة بـ USDT بعدها سوف تجد هنا بعد سحبها انظر هنا قم بسحب هذه الخانة هنا إلى الكمية التي تريد شراءها هكذا أو قم بكتابتها مباشرة إذا أردت شراء قطع معينة قم بكتابة يعني هكذا 100 عملة من BKK بعدها نقوم بشراء بسعر السوق هكذا Market نقوم بكتابة الكمية هكذا 100 دولار هكذا أو 100 قطعة المعزيرة بعدها نقوم بالضغط على باي مباشرة سوف يتم عملية الشراء دون انتظار يعني دون الانتظار كما ترون complete تقريبا هذا هو كان موضوعنا لنهار اليوم حول منصة بيكي كيف تقوم بشحنها من منصة بايير وكيف تقوم بالتداول داخل هذه المنصة نلتقي في موضوع آخر بالنسبة إلى باقي الشرحات سوف تجدونهم أسفل صندوق الوصف السلام عليكم